بعد تساقط أحجار دومينو الفساد في مؤسسة قوى الأمن الداخلي بدأت أروقة الجسم القضائي تهتز على وقع التوقفات الأخيرة التي طاولت حتى اللحظة نحو خمسين شخصاً من موظفين ومساعدين قضائيين إلى جانب ضباط وعسكريين إلا أنه بحسب مقال في جريدة الأخبار للزميل ردوان مرتضى فأن اللافتة أن تحرك التفتيش القضائي لم يكن على قدر الفضيحة جديد ملف التحقيق هو توقيف نائب بفرعة التحقيق بفرعة المعلومات تبين أنه يقبض رشاوي من المحامية وتوقيف شخص آخر يزعم أنه مدير مكتب مفاوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية بيتر جيرمانوس ويقول أنه مكلف هو من القاضي جيرمانوس بمتابعة الملفات مع المخافر وفصائل قوى الأمن الداخلي أكثر ما يجدر التوقف عنده بهذا الملف أن التوقفات لم تطال سوى موظفين صغار ولن تصل إلى توقيف قضاة إن لم يتم توقيف قاضي أو محاسبة قاضي لطرده من السلك بهذا الملف يعني أن هذه الحملة ليست سوى على الضعفاء في سياق آخر تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا إلى إحدى العشائر تضمن تهديدا لرئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود ولرئيس فرع الأمن العسكري في الشعبة الرائد ربيع فقيه تمكن فرع المعلومات من تفكيك عدد من خلايا تهريب وترويج المخدرات بالداخل اللبناني وإلى الخارج هذه العمليات كان آخرى عملية ضبط عصابي بتهرب أطنا من الحشيشي والكابتاجون إلى مصر الرأس المدبر لهذه العملية تم توقيفه وعلى خلفية هذا التوقيف صدر بيان تهديدي لأول مرة حمل تهديد لرئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ورائد ربيع فقيه يبدو أن وطيرة إيقاع المتورطين في الفساد تزداد ويكاد شعار مكافحة الفساد الذي رفعه الجميع أخيرا بدأ فعلا من المؤسستين الأمنية والقضائية يبقى أن يستكمل حتى خواتيمه نعيم برجاوي قناة الجديد